بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إخواننا الكرام المشاهدين أخواتنا الكريمات المشاهدات حياكم الله جميعا أينما كنتم تتابعوننا في بلدنا الطيب هذا أو جناحه الغربي أو حيثما تتابعوننا في أقطار الأرض السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد مرحبا بكم دائما في مفتتح حلقاتنا من برنامجنا دين ودنيا عنوان الحلقة هذه ولد الهدى لأننا في ذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم ومقدمة في كل حلقة جد عندنا أن نجعل لكل حلقة مقدمة سطورا معدودة أقول في هذه المقدمة في ذكرى مولد المصطفى تأتي هذا العام والأمة في أمس الحاجة إلى الأسوة والقدوة والنموذج والمثل والرائد وقد بلغ منها الضعف والهزال أن يتطاول عليها الأقزام والأنذال ويدنس مسرى سيد الأبطال صلى الله عليه وسلم وسيد الرجال وأعظم المرسلين ذو القدر والجلال فمتى ينصلح الحال ومتى تستقيم الأحوال المعوجة وتجتمع الأمة المتنافرة المتنافرة وتحقق عزتها لقد طالت نومتها وغفلتها وغفوتها وغيبوبتها وأنا لها أن تستيقظ وتنهض فما عاد في قوس الصبر منزع ألا هبي يا أمة خير الرجال وزينة الأبطال فقد طال الليل عليك طال في ظلال آية سريعا جدا أيضا أقول مولانا العظيم منزل القرآن الكريم يقول في حق نبينا العظيم صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا صلى الله عليه وسلم من سورة الأحزاب اللي هي تتكلم عن أخطر مواجهة خاضها المسلمون ضد الكفر والشرك والحلف الشيطاني الخيانة العربية متفقة مع بني إسرائيل هو هو التاريخ يعيد نفسه ولكن من فضل الله مزق شملهم وجمعهم وانتصرت الأمة وانتصر هذا الدين ورجاله هذا الدين بفضل الله رب العالمين يا أيها النبي خطاب وتردد في السورة هذا النداء يا أيها النبي يا أيها الذين آمنوا يا نساء النبي يا المطلوب من الأمة كلها أن تعطي وعيها وسمعها وبصرها وعقلها لذي الجلال إذ يناديها يا أيها الذين آمنوا لبيك يا رب يا نساء النبي انتبهوا احذروا يمكن يكون في أخطاء وقعنا فيها افعلوا كيت وكيت وكيت يوجه مولانا الجميع بما فيهم القائد صلى الله عليه وسلم هنا يبين لنا قدرة يا أيها النبي إنا أرسلناك بنون العظم والرتين إنا أرسلناك شاهدا على الأمة وعلى العالم هذا الشاهد والشهيد صلى الله عليه وسلم ومبشرا يبشر المؤمنين ويبشر من آمن من غير المؤمنين لأنه أصبح من ضمن المؤمنين ويبشر بماذا؟ يبشرهم بالنصر في الدنيا والعزة والتمكين والقوة والوحدة ورفعة الشأن ورخاء المعيشة هذا الدين لماذا أعرض العربان عن هذا الدين؟ ليه؟ هل هزمتم به أول مرة؟ عاشا بل انتصرتم به وتوحدتم به وعززتم به فلماذا الآن استدبرتموه؟ بل حاربتموه ورفعتم القومية حينا والاشتراكية حينا والليبرالية حينا ولم تكونوا صادقين في واحدة منها إطلاقا إطلاقا كله كان ضحك على الذقون اشتراكية اللي هي يا جدع سيبك من الكلام البطال شاهدا ومبشرا تبشر وبشر المؤمنين ونذيرا نذيرا في الدنيا إن تفرقتم ضعتم ونذيرا في الآخر إن تنكبتم منهج أصليتم نارا في الدنيا إن تنكبتم منهج فقرا وهزائم وشتات كلمة وضعفا ووهنا وخذلانا وعجزا حتى يتطاول عليكم الأقزام مثل محاصل هذه الأيام الأقزام تتطاول على من كانوا عمالقة الأمم والزمان ترهبهم حضارتان كبيرتان الروم والفرس الآن يتطاول علينا اللي آموا الأقزام الفئام اللي ما كانوش بالنسبة لنا يعدون شيئا ونذيرا محذرا أنا البشير النذير صلى الله عليه وسلم يقول لنا أنه البشير للمؤمنين إن التزموا بالنصر بالتمكين بالوحدة بأن يزرع مولانا الهيبة منهم في قلوب أعدائهم وأن يزرع في قلوبهم الثبات والقوة والعزائم وداعيا إلى الله بإذنه يعني أنا أدعو إلى الله بإذن مولانا وأمره لي أن أدعو أدعو إلى سبيل ربك ووظيفته وظيفتنا بعد أن غادرنا صلى الله عليه وسلم الدعوة الدعوة هذا الدين قائم على الدعوة لأنه لا إكراه في الدين وداعيا يا من هجرتم 13 مليون إلى أوروبا لو حملتم دين الإسلام معكم بأخلاقكم بمعاملتكم بروقيكم بوحدة كلمتكم بصفائكم بإقبالكم على من حولكم بإنسانيتكم برفقكم بلطفكم كنتم نشرتم الدين في أوروبا كلها لكن كل تخلف الشرق حملنا معنا إلى الغرب والعصبية والنهب والسلب والإجرام والعصابات والسكين والمخدرات ليه يا عرب ليه حملتم إسلامكم معكم فشوهتموه وداعيا كونوا دعاة إلى هذا الدين ولن تكونوا دعاة إلا إذا فهمتموه وتمثلتموه صلى الله على أعظم داعية محمد عليه الصلاة والسلام داعيا بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن ادعونا سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وسراجا منيرا هذا الوصف الذي يعني وصفت به الشمس المنير على العالم كله سراجا وهاجا وجعلنا سراجا وهاجا هذا النبي سراج منير المنير المستمد للنور من غيره من القرآن طبعا من نور ربه الذي أودعه في هذا الكتاب الذي أودع في قلب وصدر هذا النبي أصبح يشع نورا على المجتمع وعلى العالم صلى الله عليه وسلم هذا النذير للعالم والبشير للعالم والداعية لكل العالم هذا بعض شأن نبينا كما ذكرته الآية الكريمة الآيات كثيرة طبعا ما بالإمكان الاستقصاء أقول ولد الهدى نشرح عنوان الحلقة كانت الدنيا وكان الوجود ظلاما دامسا طامسا فأشرق النور بمولد الهدى محمد صلى الله عليه وسلم وصدق شوقي أمير الشعراء ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء يا سلام واليوم أحواج الدنيا إلى نور محمد صلى الله عليه وسلم ونور القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لقد رجعت الجاهلية من جديد لما قالها محمد قطب سيد قطب بتقولوا إيه جاهلية نعم يا خويا إحنا إيه كفار يعني ولا إيه هاي تسقل لك كفار ولا نيلة طبعا بعضكم نعم ملحدين موجود النبي الكريم عليه أسكر الصلوات والتسليم قال لواحد من الصحابة إنك مرؤ فيك جاهلية ما الخمر إيه يا والربا إيه والقمار إيه والدعارة إيه مش جاهلية برضو ولا إيه جاهلية بتقول علينا جاهلية يعني كفار إحنا محدش قال لك كفار ولا غيره الآن ألسنا نحكم بالرأسمالية الغربية ألسنا تبعا أن الاستعمار عملاء له ولإسرائيل ها مش جاهلية وما يولهم يومئذ الخلاصة أليس قد ولينا الغرب ولينا إسرائيل ولينا الجاهلية إذا قل لصحابي عمل غلطة من غلاطي الجاهلية يمكن كلمة آبائي ولا غير ويفتخر بهم تقول له إنك مرؤ فيك جاهلية أو حقر مسلما لفقره لقلة ذاته الخلاصة اليوم ما حوج الدنيا مثل ما قلنا إلى هذا المنهج الذي شرف الله به الوجود وأنزله على قلب محمد أطهر وأصفى وأشرف الخلق صلى الله عليه وسلم رجعت عبادة الأوثان بصورة عبادة المال يعني الآن من يخون الأوطان في سبيل مال اسمه عابد أوثان منتهى البساطة المستعد يأخذ الربا ويكثر به ماله اسمه والربا كبائر كبائر بل من أكبر الكبائر لرب العالمين آذن أهله بحرب من الله ورسوله الربا لأن حياتنا كلها أيمى على الربا ويقول لك مش جاهلية خلاص مش جاهلية مش جاهلية رجعت عبادة الأوطان بصورة عبادة المادة والمال والجاهلية تعربت في العالم أشرس مما كانت في زمن الجاهلية الأولى عادت مدججة بأفتك الأسلحة وأدوات الدمار والفناء والإفناء ومعها فلسفات ونظريات فيلوسوفيز ونظريات نظريات نظريات إيه وإيه في كل شيء لهم نظريات ودعوات ووسائل إعلام ومؤثرات ومزود هذه الوسائل بخبرات وعلم التلاعب بالعقل والنفس والغرائز والإغراء بالمصالح أخليك وش البلد أخليك زعيم أخليك يملكون الباور ولذلك يتقرب إليهم العربان ويتوددون خليني عزة الإسلام أشرف من كل شيء فمست الحاجة حاجة البشرية إلى الرسالة والرسول والوحي والتنزيل والكتاب المبين المنير لكن الأمة اليوم في حالة من الشلل وعظمة الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنوانها البساطة يعني عظمة باذخة ولكن في ثياب البساطة لا أبها لا مواكب لا زيطة وزنبليطة ووسها ما فيش ووسها يجلس حيث انتهى المجلس صلى الله عليه وسلم لو جاء في الصلاة متأخر حاشة يعني لو جاء بيقف في الصف حيث هو ويجلس حيث انتهى به المجلس وحياة مكشوفة عن مش بحاجة إلى أن نفصل ونبين صلى الله عليه وسلم البساطة وعدم التكلف والواقعية مش خيالات واقع وكل ما قاله ما قاله أمكن تحقيقه وتطبيقه في الواقع عليه السلام والوضوع مش غموض فلسفات النهضة ومش النهضة وكلام احنا مش فاهمينه والبعث والقيامة البعث والبعث البعث ولا احنا فاهمين حاجة اشتراكية مش يعني هي اشتراكية مش فاهمين في طبقة ميكلة المال كل ديولي اشتراكية يا راجل حلوا عنها وكانت حياته تحت الاضواء ينزل وحي تحدث عن كل شؤونه حتى احوال الرسول الكريم عليه الصلاة والتسليم البيتية تحصل مشكلة في البيت ينزل القرآن يتكلم عنها فلا خفاء ولا غموض كله في النور under focus كله شايفينه المجتمع مش حاجة متخفية تحت الطاولة وتحت المش لا هذا النموذج من البشر وهذا الأسوة والقدوة والإمام العظيم هو الذي تحتاجه البشرية اليوم عظمة بادخة في ثياب البساطة البالغة ولد الهدى ولد الهدى ويشاء الله أن يكون هذا الرسول يتيما ولا ثروة عنده ولا حزب يتقوى به أو ينتمي إليه كتلة وراء ما فيه عشيرة أغلبها تحارب وأن يكون من يحاربه أقرب الناس إليه عشيرة وبينهم من هم من أعمامه فكيف لهذا اليتيم الفقير أن يغير وجه العالم وأحوال الدنيا وأن يلث أصحابه في حقبة قصيرة من الزمن أن يلثوا حضارتين كبيرتين عملاقتين متجدرتين دوات إمكانات هائلة الفرس والروم والآن أمته بمئات الملايين ولا وزن ولا طعم ولا أثر ولا رائحة ولا قوة ولا اعتبار ولا وجود ولا حتى شايفهم تعربت عليهم دولة أقامها لاستعمار دولة الصهاينة في قلب عالمهم الإسلامي وفي أعز الأماكن وأقدسها بعد الحرمين الشريفين مش أدل نعمل لهم حقا خالص عاجزين أشلاء ليش يا رب ليش مش الإسلام جعلكم عمالقة ما الذي جعلكم الآن أقزاما أمام الأقزام ماذا حكونا فهمونا وما الذي يصرفكم عن إسلامكم ماذا وجدتم في نقص حاشا كلام الله كلام الله الكمال المطلق وجدتم في عيبا ذلك لنعلم كم حاجتنا ما السائل مثل هذا القائد والقدوة والنموذج والأسوة حتى تعود للأمة فاعليتها وأثرها وتعود مرهوبة الجانب موفورة الحمى والأوطان لا يطمع في الاقترب منها أو تخطي حقوقها وحدودها قوة ما نقمعه من يتعدى ويتخطى علينا إلا أن تقمعنا إسرائيل وإحنا بنتون وإحجز لي يا حبيبي يا بن بن اللي هو لبيد اللي فيه بيدي من اللي المهم ولا اللي بعد ولا اللي أبل وإحجز لي دور بدي أعترف بإسرائيل عشان ترفعوا شأني وتمكنوني وتثبتوني أحسن أحسن أخ كم ممض أن نظل على هذا الحال من الضعف والهزال والمنهج الذي نهضنا به أول مرة في أيدينا ما زال خلاصة القول هذا الأسوة وهذا القدوة هو النموذج ومع الأسوة المنهج وحصد تمثل المنهج فاكر اللي يطبقوا الإسلام فنفروا الناس إلى الإسلام وين هذا في النرواج مش في العالم العربي أنت وين فهمتوني لا إله إلا الله تطبيقا رديئا سيئا مزنقا مضيقا متشنجا منغلقا مهمشا محطما بغيضا فلما قيل كش إسلام إذن كان فيلم بعد ما نفرتوا قلتونهم لا إسلام قلتوا هاي خلف عليكم خلصوا لم يكن هذا الإسلام إخوانها هذا كان نموذجا مشوها لصد الناس عن الإسلام عشان نفهم معادلات العالم العربي بين العالم العربي بهبا لا لا هو أخطر مما تظنون حسن تمثل المنهج بهذا تعود لنا عزتنا المفقودة وقوتنا المنشودة رسالة إلى الأسرى الإخوة الكرام الأسرى الأخوات الكريمات الأسيرات والإخوة الأخوات أهد الأسرى والأسيرات السلام عليكم ورحمة الله والبركات أسير يقول بعد ما أطلق من السجن بيقول دخلت السجن قبل 15 سنة والتقيت بأصحاب طيبين وجوه طيبة عرفتها ثم هناك يعني وآخرين عرفتهم من قبل وخرجت بعد سنين بعد ما خرج بعشر سنين دخلت السجن سهلت تهمة إرهابي والعرب يقول عن بعضهم إرهابيين وخاصة الإسلاميين ينعتهم العربان إرهاب الإسلامي الإرهابيين الإسلاميين ليه يا عربان ليه شيء ممض مملي موجع مؤلم مقرف لكنه بيقول عن بعض إرهابيين وهم إرهابيين بيقولوش إحنا نصف بعضين بإرهابيين وإحنا مش شيء عجيب ليش تنفعل والله ما أنا أعرف بيقول دخلت السجن فوجدت الوجوه نفسها ومنهم نائل البرغوثي وقد مضى عليه ثلاثة وأربعين سنة يا الله في السجن عدو مجرم دخل وعمره دون العشرين وهو الآن فيما بعد الستين لقد تغيرت وجوه السجانين وغيرت حتى أبواب السجن فقد اهترأ الحديد والمساجين ما زالوا في السجون الله موجود والأمل موجود عمر ما حيكون في القلوب مفقود وإن شاء الله إن شاما الشباب يأسرون من هذا العدو الجبان النظل ما يطلقون به سراحكم لتعودوا إلى جهادكم إن شاء الله إن شاء الله اهترأ الحديد والمساجين أزم حديد إن شاء الله نازالوا في السجون إنه الظلم الواقع على شعب فلسطين ووزره تحمله بريطانيا طرح صديقتنا حبيبتنا عشيقتنا بريطانيا الله يخلي بريطانيا احنا نحب بريطانيا كلها بصيف بريطانيا بريطانيا يلا كلها على بريطانيا الولاء يحبوهم من مستعمرهم اللي يزرعهم الصراطان في قلبهم في مسرنبيهم يعشقوا حبوا يلا استغفروا الله العظيم بريطانيا بعدها اميركا بعدما شاخت بريطانيا جت بنتها طلعت ان اميركا الفتية ومن قبل كل الواقع العربي البئيس التعيس الهزيل المهزول المنكوب المنكوس المهترئ ضعفا فلا يستطيع ان يقدم لفلسطين شيئا في وقت يزداد فيه العدو شراسة وتعديا على الاقصى لكن ان تخلى الاعراب فلن يتخلى ولا يتخلى عن ارض الاسراء رب الارباب منزل الكتاب هازم الاحزاب سبحانه سبحانه وسيصدق الوعد وندخل المسجد فاتحين وتهدم كل السجون وتنطلق الطيور طيور الحرية والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته اخواننا الاسراء والاسيرات انتم تتابعوننا ان شاء الله في الوسطى الثانية والثالثة كمان اعرض عليكم بعض الكتب التي قرأت يعني هاي جاي معي ثلاث كتب لكن تركت ورايا مثلها من العدد اقرأ في الاسبوع من فضل الله حتى كلمة زيادة يلا لا بأس قناة من القنوات العربية دقيقة زيادة متضايقة من الالمان لانهم لا يرون جماعة الاخوان الارهابية ليه يا المان بتعدوش جماعة الاخوان الارهاب ليه خزتونا كم بركة فيكم يا عربان انتم بتعدوا هذه الجماعة المعتدلة بتعدوها ارهاب يعني بتابلوش في المانيا بقول عنوان حلقتهم يقضت الالمان من حلم الاخوان يا حلوتك السجع محلام ثمك الحلو مش الله عنك يقضت الالمان من حلم الاخوان يعني فطل الآن الالمان نبهوهم يا عربان انا بقول فهم بحاجة لنصائحكم احد المتكلمين بيقول مهدي عاكف كان مكلفا من الالمان بادارة المساجد يا قائل هذا الكلام مجمو العاقل انت الالمان مكلفين مهدي عاكف في دير المساجد حلقة مطولة وعدد من المتكلمين انهم بتدرهم عامو انطق فمي ليقول لقم فمي طعمهم يعني ديروا لك المال تحت القدم يا رجال ولكم ما لكم يعبدون المال الناس ليومالهم لكو عبد رب الوجود يا 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 ليتهم يتكلمون كلمة عن فلسطين يا ريت العربان في الوصلة الثانية نبدأ الحديث عن حرب اكتوبر وموضوعات كثيرة جدا هذا بعض ما هناك من القضاء وهذه مجموعة الكتب كونوا معنا في الوصلة الثانية ايها الكرام الاعز حياكم الله اشتركوا في القناة اخواننا مشاهدين اخواتنا مشاهدات حياكم الله مرحبا بكم في الوسط الثاني من اللقائنا لهذا اليوم من برنامجنا برنامجكم دين ودنيا دواما نسأل مولانا صلاح الدين والدنيا وصلاح الدنيا بهذا الدين حرب اكتوبر ستة اكتوبر كانت هزيمة سبعة وستين صعبة الوقع على النفوس صدمة بكل معنى الكلمة لانه كانوا متأملي مها الزعامات خطب طنانا رنانا خوش حتي طلح حتي كله شيك بلا رصيد انا هزمهم وعلى وسطين ها 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 قموا لاي كلام كلام ناصر أبو الكلام المهم وكانت تنتظر فرصة لتعويض ما فات وفقدت الأمة ما فات يعني على الأمة وفقدت من العزة والكرامة والشرف ومضى عبد الناصر وجاء السادات وبعد ثلاث سنوات من ترأسه خطرت فكرة رد الاعتبار للجيش المصري الآن يعني الإعلام بيقول أنه السيسي غير عقيدة الجيش كومبليتلي يعني إيه مش فهم حاجة خالص كان الجيش لحماية الوطن من العدوان الصهيوني دلوقتي إحنا وإسرائيل سلام إذن الجيش مهمته إيه مقومة الإرهاب آه بقول لك إيه يعني حرب أهلية يعني حرب داخلية مفتعلة مفيش إرهاب أنتوا بتخلقوا الإرهاب مضابط قال لهم أنتوا كلفتوني أقتل 15 جندي في رمضان أنا الضابط نقيب ثلاث نجم فلان على حدود غزة واتهمتوا غزة أنا اللي قتلتهم بقول إخواني الواقع العربي أردأ من كل ما نقول إحنا نأخذ من طرف الكلام بس الأعماق أسود وأسوأ مما أقول بكثير عن ما أخذ بس طرف الحكي إذن بعد ثلاث سنوات من ترأوسي خطرة فكرة ترتلع اعتبار للجيش المصري وللعرب فكانت حرب 73 أو حرب تشرين أو حرب أكتوبر أو حرب رمضان تنوعت العنوين والمؤدى واحد وقد أبدع جنود الجيش المصري ولولا الألعيب والتدخلات والتداخلات لكان النصر أضعاف ما حصلناه لكنها الاتفاقات العالمية حدت من حدود النصر لغاية هنا ستوب أنت وهو والسادات يمتسل وقف عندك بس يا جمصي الله يرحم الجمصي عدت لكم مرارا ابن عمو كان رتب لقاء لي والله بالمشير الجمصي توفي قبل بيوم من موعد لقاءنا سبحانك ردين المشير يعني الرقم واحد اللي كان عقل الحرب بالحقيقة هذا المشير رحمه الله أبو غزانة رقم بعد يوم جاء لكن الأول سعد الدين الشازلي اللي كتب مذكرات كشف فيها أمورا خطيرة كثيرة سعد الدين الشازلي تحبز وعزل ومرسي رد اعتباره وكرم عياله ولذلك طياروه مرسي طيب سعد الدين الشازلي إن شاء الملقيش ليه القمصي نظيف الشازلي نظيف أبو غزالة كذلك لكن قمتهم الشازلي ابن بسيون بلده المهم والقمصي من قمصة شرق ويظل أكتوبر رغم كل ما جرى من سلبيات سلبت الكثير من معاني أكتوبر أقول يظل نصرا تاريخيا لكن أبا السادات إلا أن يقلبه رأسا على عقب باتفاقيات كامب ديفيد وهذه المشكلة المزمنة للعرب أنهم يعرضون النصر للضياع في المفاوضات أو بالمفاوضات انتصرنا عسكريا وانهزمنا سياسيا وخرج الصهاينة كأنهم أحرزوا نصرا في أكتوبر والسادات عمل كانت طالت منه فجأة كده لا مطبوخة ما حسن التهاني ليشك جدا أنه يهودي وعمل سوفي تنطونها يسبح على المسبحة وعلى أصابعه ويتمتم أخواني ما يخدعوكم الحياة أخطر مما تتصورون هذا كان ملهم السادات ويحط الأفكار في مؤه شفت في المنام يا ريس إنك تؤم المصلين في الأقصى السادات خرافي ويعني الآخر عامل متدين عامل متدين مش موضوعي المهم فطلعت في رأسه يا حسن أيوة يا ريس أنا خدامك قلت إيه في المنام عيد تاني تاني حاوز أسمع منك شفتك في المنام بيصلي إمام في الأقصى إيه رأيك يا ريس لو نفاقي إسرائيل بأنه أنا عاوز أزور الكنيسة وأخطب في الكنيسة وصل في الأقصى قال له فكرة يا لا وجروهم على كامبي ديفيد ويشهروا طول الليل كارتر وفريقه قولوا إحنا وصلنا إلى نتيجة مع المصريين ابدأوا من حيث انتهينا نحن إخواني إحنا غفل طبعا غير الخيانة دعك من حكاية غفل وزي القفل لكن برضو في خيانة إذن في أكتوبر بالاتفاقيات فقدنا ما كسبنا في المعارك والمواجهات وهنا دور القيادات السياسية والاستراتيجية والفكرية أن تحول النصر إلى هزيمة أو تحول الهزيمة إلى نصر فكانت مؤامرة كامبي ديفيد وكان الأمريكان يسربون للإسرائيليين ما فاوضوا به المصريين فإحنا كنا بنفاوض أمريكا بمر كارتر مع بيجن بيلاقي السادات على الباسكاليتة بالترينينج سوت قلوا الله يا راقل ده أنت سعر إيه الجمال إيه ده كله إيه ده كله بعدين ده قسم رياضي ما شاء الله سبورتينج الله فعلا يعني السادات سادات يا راقل والله بتقنن إيه الحلاوة إيه الجمال ويروح إيه مفتون في الكلام وراجع بس إنت قائد تاريخي قرأة في الطرحة ساعة في الأفق الله 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 بكلمتين يبلي فوق وبعدين مفاوضات قلت إيه هنعمل الخط الهدنة هنا هوت ونرجع شينا بالتأسيط ونخذ البترول كم سنة وبعدين نرجع هولكم فياخدوا منه وملؤت ما تبحثوش فيها خالص دي مش شغلكم انت عاوز موضوع بلدك انت ما تكلموش على الجولان ولا غيره وأنا ما ليه دبروا حالهم ففكوا ارتباط العرب عن بعض سوريا محدش راجع الله الجولان بيعت بيعا من آل الأسد لإسرائيل نقطة نقطة والله ما صار حرب لا والله سلمت تسليما اخواني صدر مأزوم بدي يتمزق والله متى يستقيم حال العرب سبعمائة مليون عرب يقول دام سبع مليون مش قادرين يعملوا شيء معقول هذا الكلام لأنه اليهود أشجع من العرب بي لا اليهود أجراء أقول لك لا اليهود يعني من كل ناش نشوفهم أصبح لهم بيدوسوا علينا وعلى كل حرماتنا ببركة ايش منسيت والله وفيكم فطانة ببركة ايش انا نسيت انا نسيت طيب طيب حرب 20 اكتوبر جنود الجيش المصري لو لا الألعيب كانوا بدعوا فعلا وفي بطولات فردية ترفع الرأس حقيقة بمبادرة من الأفراد واستشهدوا هو رايح على ذببات العدو بالار بي جي والنبغيره من القاذفات عارف انه سيواجه الشهادة والموت ولكن مملوء بالإيمان وبالعزيمة هذا الجنود القيادات حق تانية خالص ويظل اكتوبر كل ما جرى من سلبيات سلبت الكثير من معاني اكتوبر اقول يظل نصرا تاريخيا لكن ابا السادات الا ان يقلبه رأسنا على عقب باتفاقيات كام ديفيد وهذه مشكلة العرب المزمنة انهم يعرضون النصر للضياع في المفاوضات انتصرنا اسكريا وانهزمنا سياسيا وخرج الصهاينة كأنهم منتصرين مؤامرة كام ديفيد والتسريب الامريكان حرب 6 اكتوبر من قرأ مذكرة سعديني الشازلي يعرف مقدار ما فقدناه في الدهاليز السياسية وما اضعناه من مكاسب النصر وهو ما تكرر مع الفلسطينيين بعد الثورة والتضحيات ومئات الفدائيين الذين ضحوا بارواحهم لتنتهي كل هذه التضحيات الى صلح مذل استخدمنا العدو فيه استخدمنا العدو نحن استخدمنا في حراسة اسرائيل يعني اهما دور السلطة اسمع احنا سلطة وطنية جدا اقنع نفسك تقنع ايش انا انت اقنع نفسك اللي هو اماه انتم مثل ما كانت بريطانيا تعين بعض المخاتير وتعين شرطة من اولاد البلد اماه بريطانيا حكمة الهند والصين وثلاثة ارباع العالم بايه باولاد العالم انت هتعلموا بريطانيا اسرائيل بنت بريطانيا بنفس المنتاليتي بنفس العقلية بنفس العقلية تحكم فلسطين ايوه ببعض ابنائها جواسيس وخونا وعملاء وسلطاني ها ها والكل فاهم يا حجي نقعد نلف على البضينا نويش والله فيكم ناس مخلص لأسرائيل اكثر من شعبه ما هم مخلص لشعبه يعني ومخدساته وشعب اسرائيل ويثقون بهم اكثر من اليهود انتهي الى صلح مذل استخدمنا فيه من اجل حراسة اسرائيل انها اللعبة ذاتها ولا احد يتعلم ولا احد يتكلم حتى يتعلم الجيل التالي على الذي صنع التحول يعني ايه اللي حول نصرنا الى نكبة وهزيمة ايه قلة الوعي ليز تراس رئيسة وزراء بريطانيا اللي انتخبت قبل ايام بس يعني سبعين ما فيش سبعين بتقول انا صهيونية متعصبة متحمسة ومتحيزة لاسرائيل ما موقف اليعروبيين من بريطانيا التي زرعت هذا الجسم الخبيث اسرائيل موقفك ايه الا نستطيع ان نرد ردا يرد لنا الكرامة انا صهيونية متعصبة متحمسة لاسرائيل والكلمة اللي انتو عارفينها في العرب كلهم هتردوا عنها تقولوا ايه ليز تراس تراس اللي هو هتقولولها ايه الاسلام ثمك احنا معاكي برضو ايه عجيب انتو عرب مسلمين وتكفروا ايامنا بكفر ولا ولا بطفر ولا غيرهم حاول افهم بس ليه من عاقب بريطانيا والسوزراء بريطانيا انقف البيع والشراء مع بريطانيا اقتصادنا ما احد اصلا بيأثر بحد ونحن احنا مئات ملايين نستطيع انه اي بلد نوقعها في خسائر ضخمة بوقف الاستيراد منهم انتم مستقلين انتو ما فيش رأس يدبر لنا وخطط لنا للأسف ليعلم كل من يتحدانا ويتحدى مقدساتنا اننا لسنا حائطا واطئا يتخطاه الجميع من العملاء والاجراء والادعياء والاقزام واللئام مثل تراث وغير تراث مشكلة ديمقراطية شو هذا كتاب علي عزة بيقوفيتش مذكراته اقرأ فيه مش من فضلي الاقل من خمس ست كتب فاتحة واقرأ فيها جميعا مذكرات علي عزة بيقوفيتش ما قبنهوش للحال ان يوريلكم الكتاب لكن في الحلق القادم ان شاء الله وليكموه قرأت قطع منه جميل جيد يقول الرئيس المفكر علي عزة بيقوفيتش في كتابه القيم سيرة ذاتية وأسيرة لا مفر منها صفحة خمسين بيقول يلخص من كتابه بيقول الاسلام بين الشرق والغرب يعني في المذكرات ميخذ من كتابه الاسلام بين الشرق والغرب فقرة فمضمن من كتابه في كتابه المذكرات بيقول لقد كانت مشكلة البلقان وما زالت مشكلة ديمقراطية أقول ومشكلة العالم العربي والعالم الإسلامي كانت وما زالت مشكلة الديمقراطية إما أنه لا تسمح لنا القوى الكبرى بها لا تسمح لنا. ديمقراطية لا. طب ليه يا عرنا آآ غرب. اسمحونا. قال لي لا. وما حدش يقول اسمحونا اصلا. مدهم ماشي. هو هو الغرب وهوى الشرق لا ديمقراطية. قال له هذا اللي أنا بدي يا خواجة. أنا ما نحب الديمقراطية. نحب حول التركتورية. نضل دعسين على الروس الشعب. قال له لك ذلك وسأسكت عنكم. واغطوا الطرف. وقول احسن اوضاع في العالم العرب وخلي اعلامنا يبهرجكم. ويجعلكم تتلألؤون تلألؤا. احدا مشكلة. ديمقراطية كفر يا شيخ. حجي لا تطاوشني. فيش ديمقراطية. نتطاوش على ايش. دك تهاوشني واتطاوشني. كفر. يا عمي يا حجي ما في ديمقراطية. لا تهاوشني ولا تطاوشني ولا تطاوشك ولا هاوشك. نتطاوش على قال نسميه سليم ولا نسميه مسلم. الام بدها نتطاوش وقال له اقول لك طالك. ما جاشي الولد. طلح حمل كاذب. فليش نتطاوش يعني. داش نتطاوشة. اخ لا يسمح لنا اصلا من قبل القوى الكبرى ان ينتخب مسؤولون نطا اللاود. مش مسموع لك عجي في الطاوشي. شوش بغضيكم. الانظمة في العالمين لا تريد ان تعطي شعوبها هذا الشرف. او هذا الترف. ان العالمين اللي هم العالم العربي يعني. وعالم المسلمين. العالمين والعالمين. المهم. ولا يقول لنا احد ان هذه انظمة كفر. ماذا نسمي الاستبداد القائم في العالم العربي والاسلامي. يعني. هذا نظام كفر. يا سيدي يا عبت عيني. في العالم العربي شو الموجود. لا ديمقراطية. احسن يعني. ولا ننتخب. هو ننتخب بلعب فيها. ما هو مشكلتنا مشكلة يعني. والله ما حارف كيف نحل مشكلتنا يعني. اذا حطينا بالصنديق بتطلع غير الورقة اللي حطيناها. نحط لا بتطلع نعم. كانت لا اهو نعم. لا اهو نعم زي بعضو. ان حرية الاختيار من صميم الدين. ولسنا نستنسخ تجربة احد. وانما لتكن لنا تجربتنا الخاصة بنا. ننتخب بطريقتنا يا اخي. مو نائل عنهم. اه. ان كنا فعلا حريصين ان لا نقلد الكفار تقلدهمش. وواقعنا ينقض هذه المقولة. الا اولي. موقف العرب من ما يسمى البدع الجديدة هذه. طلعونا فيها المثلية واللي مش عارف مين. موقف العرب ايه. خاضعين ام مقاومين. يحكي معانا. طبعا مقاومين. لا. خاضعين. خانعين وقانعين ومقتنعين. وستفرض بال. اه. وبنينش كلام ربنا اللي تكلمنا عن. عن. وانه خلق الزوجين. خلقهم من نفسهم واحدة وخلق منها الزوجة. الان بدهم يكسروا قوانين ربك. في قرآنه. واحنا عملنا مش فاهمين. شيخ العالم كل. العالم كله عن موت. بتقود الصيونية. وسنتكلم بهذا الموضوع الان على كل حال. احنا بنقلدش الكفارين من شاء الله. فنحن نقلدهم في كل شيء. ولا نفطا لحكاية الكفر. إلا. نذكرها متى. ونذكر بها. حين نتكلم عن حرية. حرية الاختيار في السياسة. ساعتها بمبروننا اللي هم. الستاند باي. وسهامهم موجهة. اسمع. هذا كفر يا شيخ. طب لو قلدناهم. لابسين شرطات بناتنا. بتخكوش. مو الان اصبحت كل بنات العالم العربي شرطات وما يهاد. وبطل صير بدعة ولا ضلالة ولا غير بطل. ها ها. احشو. قال احنا لا نتكلم. إذن. من أزاهير ما قرأت من مقال بعنوان مرحبا بالغارات. من كتاب مقالات في كلمات للشيخ على التنطاوي. أستاذنا وأستاذ الجيل. رحمة الله عليه. صفحة 159.61. بيقول. أنحن مخلوقون من الطين. وهم مصبوبون صب الحديد. لا. يعني هل بني صهيون حديد. وإحنا طين. لا. ولكن العادة والميران. ومكابدة الأهوال. وممارسة الخطوب. ما لها. هي اللي بتجعل الناس. يا صلبين يا هشين. وأنا أتمنى وإن كره بعض القراء. أن نذوق لذع الحرب. حتى تنكسر حج الخوف. إنهم ليسوا أصفى منا جوهرا معاذ الله. ولا أطيب أصلا. ولا أقوى أعصاب. ولكن حياة الدعة والخمول. والقعود عن الحروب. كادت تفقد العرب. أجمل خصائصهم. وسلائقهم. وأحسن سجاياهم. الصبر والجلد. واحتمال الشدائد. ومقارعة العدى. نحن اليوم مئات الملايين. وخير من هذه الملايين. أولئك الأربعون. الذين كانوا في دار الأرقم. لأن أولئك عاشوا للجهاد. وللدعوة. ففتحوا الدنيا. وشاد المجد. الذي نطح النجم. ونحن عشنا للدعة والأمن. واللذات. فتركنا كلاب الأرض. تفتح بلادنا. اقرأوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. سيد العرب. وخير البشر. تروها نضالا. مستمرا. وجهادا. في سبيل الله. ما استراح يوما. ولا استسلم إلى الخفض. يعني الراحة. والدعا. واللين. فافرحوا. إن شمرت الحرب عن ساقها. قد شمرت عن ساقها. فشدوا. والقوس فيها. وترنع ردوا. لا بد مما ليس منه بده. ورحبوا بالشدائد. فإنها امتحان الرجال. موضوعاتنا كثيرة ما قلنا شيئا. نحاول في الوصلة الثالثة والأخيرة من لقائنا لهذا اليوم. أن نغطي من ملفنا الكبير. هذا بعض القضايا. كونوا معنا دائما إن شاء الله. أيها العزة. اشتركوا في القناة إخواننا مشاهدين أخواتنا مشاهدات أحياكم الله. مرحبا منكم في الوسطات والأخيرة من لقائنا لهذا اليوم. والله بدي ست وصلات ما بكمل ما عندي. كنت ناسي الكتاب. هذا هو وثيقة الصهيونية في العهد القديم. الدكتور جورجي كنعان اللي قلت لكم عنه في الحلقة السابقة. هذا كتابه سأقرأ لكم منه بعض الخرائط. كتاب مهم جدا. ما معنى العنوان؟ معنى العنوان إنه كل تنظير الصهيونية ماله موجود في العهد القديم. وثيقة الصهيونية في العهد القديم. وبتكلم كيف استطاعوا أن يقنعوا النصارى بإدخال العهد القديم إلى الإنجيل. فصار أول تستمنت في العهد القديم الماضية مع نيو تستمنت أول توجد سين بوك. وان بوك. هم كتابهم مش حطين كتابكم معهم. أنتوا حطيتوا كتابهم اللي ألفوا مع الإنجيل. سأحكي عليكم يا اللي هو. أقرأ لكم بعض الخرائط الكتاب خطير خطير والله. بقول الصهيونية حركة دينية عقائدية عدوانية. والصراع الدائر بين الفلسطينيين أصحاب الأرض. وبين الدخلاء الصهاينة أخطر الصراع عرفته البشرية وأطول صراع. الجذور الدينية لفكرة تجميع اليهود وإقامة دولة إسرائيل راسخة في أغلب النفوس المسيحية. لأنهم بقرأوا التوراة كأنها جزء من الإنجيل. والرب أعطاك هذه الأرض لك ولنسلك إلى يوم القيامة. الرب أحكيش الكلام لك ولنسلك على أساس. أعطاك الرب إلى يوم القيامة. هذا مش كلام الرب. هذا كلام شعب القدر. اللي افترى على الرب وافترى على الشعوب. تحت عنوان ملحمة الغزو. قال الكتاب في سفر يشوع الأرض يشغل الشاغل يهوى. اخترعوا اسم جديد لله عز وجل يهوى. أنا يهوى إله إسرائيل. هذا إله لا إسرائيل بس. مش للعالم. احنا أول كلمة في كتابنا الحمد لله رب العالمين. رب الوجود كله والشعوب كلها والأمم جميعا. هم لا يهوى. وبعدين الرب قلت ما أنا قدامكم في الحرب. سأبيد أعداءكم. أنا قدامكم ورايا. الرب ماشي قدامهم. وماشي الرب قدام الجيش. أهلا. إخواني هذا كتاب ما سكين به وانتو قرآنكم تركينه. الشي بيجلن. ماشي الرب. وقام الرب بمدبحة. وقال لإسرائيل ينا عملوا زيه. الرب بعمل مدابع. تعالى الله. إذن في سفر يشوء على الأرض هي الشغل الشاغي اليهوى. اللي وشو يهوى؟ الإله اللي اخترعوه اليهود إلها لإسرائيل من دون باقي الشعوب. أنا يهوى بقول. أما أسلوب التورة في أسلوب المخاطبة. ففي سفر التكوين لنسلك أعطي هذه الأرض. بإحكي مع أحد زعماء أو أنبياء إسرائيل. لنسلك أولادك شل فجرة كفرة عاهرين مجرمين. أعطي هذه الأرض من النيل إلى النهر العظيم الفرات. وانتحمون تباص. بتكون أرض من النيل للفرات. لو إيش. والرب قال يهوى قال. صار المسيحي قبل اليهودي يعتقد بأنه لليهودي الحق في فلسطين. ولو احتلوا كل العالم العربي. الرب أعطاهم. تعترض على الرب. لكن اللي كتبوا الكلام. مو كلام الرب هاك. ما لك فاهم. بعدين معاكم يا ناس. أما أسلوب التورة في أسلوب المخاطبة. في سفر يشوع أضحى الخطاب في صيغة أمر. قم. أعبر يعني الشعب هامل وقاعد. قم. أعبر. أعبر النهر. وعبر الأردن. بدأ السفر بقوله. وكان بعد موت موسى أن يهوى كلم يشوع. ومن يشوع يوشع ويشوع. وإحنا بننقل وبنروي نفس الأسماء. شيء عشيب. لما كنا ونطلع من قبل خمس سنة لا للإسرائيليات. بحجم الأرض والسماوات لا للإسرائيليات. من فضل الله. كتبنا مليانة نقل عن الأسلواش. المهم. قم. أعبر هذا الأردن. له النهر يعني. إلى الأرض التي أنا معطيها لبني إسرائيل. ركاكة. ركاكة. مشكلة من رب. وفي سفر يشوع يخاطبه الرب يهوى. بخاطب يشوع الرب يهوى. من وين جابوا الاسم؟ من مخون. من وين؟ أنا أمامكم. أنه أمامهم يسيروا ويحاربوا عنهم. ويطرد الجيوش من قدامهم. يعني الرب بيقاتل بنفسه. اللي اسمه يهوى. هذا غير للرب. غير الإله مثلا. من تشفاهم. قال هذا رب إن بس سادة. ويقول ليشوع. لا أهملك تشجع. تشدد. أنت تقسم الأرض لهذا الشعب. مش المعنى ما أنا مش فاهم. يعني. قسم الأرض هذه اللي أنا فتحتكم إياها مع هذا الشعب. فأرسل يشوع رجلين جاسوا سين. ثم ذكرت الأسفار قصة الزانية التي خبأت الجاسوسين. زانية. الشعب الموجود في المنطقة بدأ دور قالوا فيه جاسوسين دخلوا على الأرض. فزانية من تلك المناطق خبأتهم عندها. فالرب أهلك كل من في المنطقة عشان يخشوا عليها بني إسرائيل ما عدا الزانية. والله دين ما شاء الله. وهم ليش كمنا بيقولوا دعارة في العالم ليه؟ مستعد أجر بناتهم. أنه كتابهم مليان بهذا الشكل. مليان. ما اللي أحب بيستحي تكلم بالتفاصيل والله. عندما فتحت أريحة لم ينجوا من أهلها إلا الزانية وأهلها. وقال يهوى لهم حرموا كل رجل. شوين حرموا؟ أبيدوا. قصوا اخبارهم. حرموا كل رجل وامرأة وطفل وشيخ. حتى البقر والغنم والحمير. حتى الحمير ما تخبروش والأحمار. هذا دين. هذا كلام رب. هذا كلام إله. هذا كلام شعب فاجر كافر. وضع الكلام وقال الرب كذبتم يا شعوب. استيقظوا لك يا أخي. بحد السيف حرموهم بحد السيف. ذبح. ما حد يقول عنهم إرهاب. مين بيسترجي يقول عنهم إرهاب؟ منه؟ بس إحنا الإرهاب. إحنا المقموعين. إحنا المدعوس علينا. المذنسة مقدساتنا. إحنا الإرهاب. إخواني. بدنا نسعى. استوطحيطنا يا أبوه. إذا ما تبدو ننظل بهذا الحال. لا إله إلا الله. بحد السيف. وحرقوا المدينة بالنار. وقتل الملوك الخمسة. أو قتل الملوك الخمسة. وعلقهم على الخشب حتى المساء. خمس ملوك. بفلسطين لما فتحوها سفر يشوع. ووقفت الشمس في كبد السماء. وحنا بنروي نفس الرواية. وقفت الشمس. عشان. بيدوهم قبل الغروب. فرب العالمين وقف الشمس. موجود بالأسفار. ننقلوا ليه. رواه الحديث يا شي. يا شيدي آه خلاص. هسا بيكفرون. الصهيوني حركة دينية إذن مثل ما قلنا وإحنا بنتبرى من ديننا. من دي أسف يعني شي. شو بدنا نقول لك يا بوي يعني. عندي خرائط كثيرة والأخشان ما أقدرش أكمل. آآ كتاب. ما له. يقف بن قريون رئيس حكومة إسرائيل في الولايات المتحدة. يقف بتبجح وغرور ليقول أمام ممثلي جميع وسائل الإعلام. إن اليهود لا يحتلون شبرا واحدا من أرض العرب. تستاهلوا. لك صاف حبوسهم من خدودهم. بسق أقدامهم. ودوس عليكم خليكم. لا يحتلون اليهود شبرا واحدا من أرض العرب. ولا يزال العرب يحتلون مساحات واسعة جدا من الأرض اليهودية. العرب يحتلوا أراضينا. وإحنا بيحتلوا شبرا واحدا. ردوا عليهم يا عرب. ألما بنرد عليهم؟ خليكم من الأرض التي وعدهم بها الله. أنتم مين وعدكم من الأرض؟ أحد شو وعدكم؟ إحنا وعدنا الله بأن يملكنا من الفرات إلى النيل. ونيلتكم وخيبتكم حتخليهم يأخذوهم من الفرات إلى النيل. ودوسوا علينا وعليكم. أخوانا بدأت أن ينفلق الواحد والله. بدأت أن ينفلق الواحد والله والله والله. محاول أهدي مغدرش والله. يهوى لم يعد بحياة أبدية أو بفردوز السماوي. فردوز ما عندهوش أرض. احتلوا الأرض مسكوا الأرض. قتلوا الناس. حرقوا الحمير والزرع والبلد. هذا اللي يهوى عنده بس. العمل الصالح يعني انتصارات وامتلاك أراضي الشعوب. هذا هو العمل الصالح. وكما يقول كاتب الكتاب. يبدو أن من كتب التورا كتبها بعد السبي البابلي. يقول أي الكاتب. اللي هو جورجي. مش مسلمها. ماروني هذا. وينسب إلى يهوى. يجلب الرب عليك أمة من بعيد من أقصاء الأرض. أمة لا تفهم لسانها. انت تعرفش لسانهم. تحاصرك في جميع أبوابك. في كل أرضك. فتستأصلون من الأرض. التي أنت داخل إليها لتمتلكها. ويبيدك الرب في جميع الشعوب. آها. يعني هذا نبوء مستقبلية. بقول جورجي كلامه مضبوط. أنه هذا كتب الأحبار. هذا كتب خلال 900 سنة يمكن. ونسبوه إلى الرب. الرب ما قالوش. بعد ما صار السبي. كتب أن الرب سيبيدك. ويوزعك في كل الأمم. وبيكسر رأسك. عشان ترجع إلى الرب يهوى. آه. وإن رجعوا إلى يهوى. وسمعت لصوته. يرد الرب إلهك. سبيك. ويرحمك. ويعود فيجمعك. من جميع شعوب. اللي بددك إليهم يهوى إلهك. إلهك بيبددك في الأرض. بعدين بيجمعك. من حيث شتتك. إذا رجعت ليهوى. يهوى برجع لك. حلاوة. في سفر التثنية موسى بيقول. أنا ابن 120 سنة. 120 سنة موسى. ويهوى قال لي. والله ما قل ولا شاف يهوى. وموسى بيحكي عن يهوى. لا تعبر هذا الأردن. يهوى إلهك هو. ما له. عابر قدامك. أنا قدامك. تعبرش انتهى. بعدين بقتلوك. أنا عابر قدامك. بيذبح لك إياهم بعدين ما وقل لك عبر. أها. هو يبيد هذه الأمم من قدامك. فتارثهم. حلو. استاهل. الخاطر أخرى. عندي أربع أخرات. وما أدخل لصهم. كيف سخرت التوراة المكتوبة بأيديهم. وسخرت يهوى بدورها لتحقيق رغباتهم. وما عجزوا عنه رغباتهم في قهر الأمم القوية. وهم الضعفاء المستضعفون. والتغلب على الأمم الحضارية. وهم بدائيون متخلفون. واستملاك الأرض. وهم مدات مستعبدون في مصر. مشردون في صحراء سيناء. جعلتهم كتبهم. يسخرون إلههم يهوى. لنصرتهم وشد أزرهم في الحرب. يعني هم اللي ألفوا هذا الكلام. أنا إلهك يهوى. عابر قدامك. أبيد لك الشعوب. تعالى أنت. تعالى. هنا هم جاءوا ببريطانيا. كسرتنا بريطانيا. دخلوا هم. إلى أن العربان بيكسروا بعض. وبعبرهم. مصر بتحاصر غزة. وبعدين تأخشيه وتعالوا على غزة. عجي. أخ. وجعلتهم ينسبون إلى إلههم يهوى. وعده المشهور بتمليكهم. أرضى كنعان. أنا إلهك يهوى. يدي أملكك أرضى كنعان. أرضى كنعان. آه. إذن هذه أرض كنعان. مش أرض بني شيطان. كلام إلهكم اللي بقول. استغفروا الله طبعا. هذا الوعد يتكرر بصور مختلفة. كل صفحة. لا الوعد. الأرض التي وعدك الرب. لا كل صفحة. كل صفحة. هذا مش كتاب ديني. كتاب جيو سياسي. جيوغرافي. بوليتيكالي. وعلى أفواه أنبياء عديدين. كل نبي بيعود نفس الكلام. لحفره في الصدور والعقول. لا يزول ما دامت في صدورهم أنفاس وحياة. يقول موسى. ويهوى يطرد جميع الشعوب من أمامكم. يهوى. أنت بس قعدوا. كل تما. فترثون شعوبا أكبر واعظا منكم. كل ما كان تدوسه بطون أقدامكم يكون لكم. أهلا. 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 كل ما كان تدوسه بطون أقدامكم يكون لكم. من رب اللي قال مش أنا ها. يهوى اللي بقول. أيوة. من البرية ولبنان. شوين برية هاي. من البرية ولبنان. من نهر الفرات إلى البحر الغربي. للبحر لا بيض. يكون تخمكم حدودكم يعني. لا يغفر إنسان في وجهكم. يهوى إلهكم يجعل خشيتكم ورعبكم على كل أرض تدوسونها. أنا بأس ألقى الرعب في قلوب الشعوب اللي ساكنة بهذه الأرض. هكذا تنحصر وصايا يهوى وأحكامه في تدمير مظاهر الحضارة وإبادة الشعوب يقول يهوى فكل الشعب الموجود فيها يكونوا للتسخير ومستعبدون لك دول مثل الحمير بهايم تركبوهم وتستغلوهم أو توظفوهم في خدمتكم يشيلوا الشعير والقمح عندكم. إيه وإن عملت معك حربا أنا بخوض حرب معك أني وإن عملت لغة الركيكة التافهة وإن عملت معك حربا فحاصرها يعني معاك إلهكم معاكم بحارب معاكم عسكري حاشة لجلال الله وإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف منه بقدروا قول هذا إرهاب منه ورونه وشه فاضرب جميع ذكورها مش مسين معينة لأ ذاك إن شاء الله سنة اثبحوا احكوا عنهم إرهاب يا عربان قال لي لا اليهود مش إرهاب إحنا الإرهاب تحفى والله إنكم تحفى والله إنكم تحفى وأما النساء والأطفال والبهايم نساء وأطفال وبهايم وأن المرأة وحق المرأة حطوها مع البهايم وكل ما في المدينة فتغتنمها لنفسك وتأكل غنيمة أعدائك التي أعطاك الرب إلهك هكذا تفعل بجميع المدن البعيدة منك جدا يعني وين ما في أمم وشعوب تفعل بها نفس الفعل تبيدي الرجال وتخلي النساء غنائم والبقر والغنم والحمير غنائم والأطفال غنائم وتتبح الرجال وأنا معاك أنا قدامك الخريطة الرابعة نشوف ماذا فيها هذا إخواني منتقيات سريعة جدا يعني موسى الجديد بتكلم بنفس الروح ولاش ننكرر الكلام إنكار وجود الهولوكوست وإنكار وجود الرب سبحانه شو بدك تقول إنكار وجود الرب سبحانه وتعالى يعتبر من الحرية الفكرية أنا حر أنا ملحد لا أؤمن بوجود الله حر أنا حر والقانون بيحمي حجي القانون اللي وين في العالم كله وحرية الاعتقاد إحنا إحنا عالم متحضر لكل إنسان حرية الاعتقاد يعتقد أو لا يعتقد يؤر فري طيب ولا يحاسب ولا يحاسب لا يحاسب أحد ولا يؤخذ عليها القانون بحاسب في القانون ولا يأخذ بل إن النخب الغربي قسم مهم منها من هذا الفصيل إما إنكار وجود الإله بالكلية أو موجود الإله لكن لا علاقة له بحياة يعني موجود بلا وظيفة حاشا معطل حاشا لجلاله الله يخرب بيتهم يشيخي أما إنكار وجود الهولوكوست أهلا فجريمة عظمى يؤخذ مرتكبها بالنواصي والأقدام ويحكم عليه بأقصى الأحكام وقد تصادر أمواله لتدفع إلى ضحايا الهولوكوست المزعومين ويمنع النقاش في عددهم 6 مليون غير قابل نقاش 6 مليون إلا واحد بشيروا راسك بشيروا راسك 6 مليون لا تناقش فهم؟ ياس فهم ممنوع النقاش الرب غير موجود تعالى الله لعنة الله على كل من روج للحاد في العالم أخ ما حد يجرؤ يقول الـ 6 مليون too much إنسانه بيسحبوه لك 6 مليون ممكن كل ألمانيا كانت يأذوب 6 مليون منتوا كنتوا حي في ألمانيا مش مدينة حي آلاف هم بيقولوا وعادي الكتاب القادم عن اسمه إيه اللي قلنا لكم عنه مذكرات أنسى الله مشهور جدا اليهودي هذا اللي كان وزير خارجية أمريكي لا إله إلا الله أشهر من نار على عالم الآن بيجعلنا الذاكرة إن شاء الله 6 مليون النقاش يبيل ولكن يهود العالم ذلك الوقت بالكاد يبلغون ذلك الرقم وليس يهود ألمانيا يعني كل يهود العالم يأذوب 6 مليون بهذاك الوقت هذا هو الغرب اللي يدعو إلى الحرية المطلقة إلا ما يمس بني إسرائيل فعنده إذن تصادر الحريات وتلغى اعتبارات ديمقراطية وحرية التفكير وحرية التعبير كله بينتهي لماذا فرض الغرب على العالم موضوع الشذود أولا محاربة الدين عموما والإسلام خصوصا ومحاربة القيم والأخلاق والفضيلة لتسهد قيادة القطيع البشري والتحكم به وتسيره وفق أهواء المتحكم ثانيا تقليص سكان الأرض وهم يلمحون لهذا منذ خواتيم القرن الماضي والله يا أخوان قاري من خواتيم القرن الماضي كتاب يقول لازم ثلاثة مليار من الأرض ينزاحه عشان أرض يعني لأن احترارها بنت نخلص ثلاثة مليار من الناس إذن موضوع الشذود بيقطعه النسل ويقول الأرض احترت وأثقلت وينبغي التخفيف من البشري إلى النصف كافي ثلاثة ونصف مليار كافي وفي مذكرة هيلاري إشارة إلى هذا وجوب تشجيع هذه المذكرة هيلاري كلينتون بتشجع المثلية مجرمة ليسول التحكم في البشر ثلاثة تسعير الشهوات والتحلل وحرب الفطرة أسهل الطرق لاستعباد البشر وتسيرهم كقطيع من عبيد الغرائز أربعة هذه أفضل وأفعل طريقة لتقليص عدد المسلمين في الغرب وقد أصبحوا شكلوا قلقا للغرب والغالب منهم لا يقبل لأولاده وبناته مثل هذا الانحطاط إذن بحمل أولاده وبرجأ على شرق التعيس اللي هرب منه فرارا بحريته سوريا 13 مليون هجر الأسهل يا أمريكش قلت عن الأسهل ولا كلمة ولا كلمة يا الله ولذا فإن جمهرتهم لا حل أمامها إلا العودة لأوطانها لأنهم يفرضوا هذا مدارس تعليمهم الجنس مكشوف روضة إلى الجامعة ماذا نقول هذا الموضوع نكمله لأنه عندي ثلثة أربعة خرائط كلمنا عن واحدة منهم بقي كثير من النقاط نكملها إن شاء الله تعالى نسينا أقول لكم أنه هو هنريكي سينجر هو الكتاب والله أنا ناسي كيف قتلوا عبد الناصر كنت برضو بتتكلم عن هذا الكتاب وعمل فيه شوية خرائط وهذا مذكرة هنريكي سينجر نسينا اسمه كان الكتاب معايا وأنا ناسي نفسي والله هذا الكتاب في الحلقة القادمة أقرأ لك من الكتاب عن حكايات اليهود ودجلهم وإلى آخره ما لا يخطر لك على بال وحكاية الهولوكوست مشيروكوست كلام كثير من هذا الكتاب هنريكي سينجر عرّى بالنظام العالم الجديد ومهندس شرعية القوة والفوضى لكن في الحلقة القادمة كل هذا إن شاء الله وغيروا إلى الملتقى بكم ودائما حياكم الله نستودعكم الله المرابطين الأقصى في عين العاصفة رباطكم رباطكم إلزموا الرباط ولعل الدول العربية تستيقظ ربما بعد القيامة ما نعرف الله موجود ثبتكم الله حرسكم الله حماكم الله قواكم الله أيدكم الله أعزكم الله حما بكم مسرى رسول الله إلى الملتقى بكم ودائما نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة